كأنه اليوم أما صوت الموت هذا فلم يتوقف بعد 19 عاما وتدخل الذاكرة في العشرين ذاكرة ضياع لم يتوقف بعد تبدلت الصورة هكذا كانت قبل الضياع وهكذا أصبحت عام 2003 بنيسانه انتهى لكن ما بين ماض وحاضر كان ارتداد الصورة واضحا فقمح اليوم الشحيح شحيح لأنه مسلوب منهوب سلب مهد له الاحتلال فجعل يدا شرقية أو غربية تدخل جيوب العراق سرقوه مزقوه أهانوا من على سطح دبابة أصحاب أرضه وأصحاب حقه وبعنوان الخداع قالوا إنهم دخلوها محررين ثم انطلقت حتى اليوم قافلة لا تتوقف من تشيع الموت والجياء وليس كما الدعو لم يزرع المحتل خلفه أية ديمقراطية بل ظلت الحرية حبيسة تنادي بها حنجر العراقيين أو في يد ميليشيوية لا يهمها إن كانت تتحرك بأوامر خارجية وجدت في العراق مرتعا لممارسة هواية الموت بالمجان ولا ضير فالعراقي بحسابات الاحتلال سلعة تشترى أو تباع كنفطه، كمائه، كنخله، كعقول علمائه والحبل على الجرار ورغم الشهادة المليونية إلا أن الاحتلال تفاجأ بمسالة شعب رفض لفظة الغزاء تسع سنوات بعدها عجاف من الموت والقتل المستمر أجبر الاحتلال على الانسحابات الجزئية تسعة عشر عاما في ظلمة دفن الوطن فيه وقتله وتبدلت صور العراقي إلى دمار ثم نودي بإعمار ثم غاب القرار لم تنفع العراق آلة الحرب فالخدعة طويلة بسنواتها وقد عرف العراقيون اليوم أنهم ضخايا أطول سرقة في التاريخ للحياة، للأحلام، للأمل، لحقهم في وطن أما بارقة الأمل التي لم تمت ما يتمسك به جيل العراق من ثورة على الفساد ووعي بدى واضحا أن سياسيه ونشطائه اليوم بدأوا يسيرون عليه أنكم إن لم تقطعوا حبل الانسداد السياسي والنزاع أو صراع المكاسب فقد يهول العراق في احتلال جديد قد يكون اسمه غياب لا رجعته فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر